قدرت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق سيصل إلى نحو 47 مليون و199 ألف نسمة في عام 2025 بالمقابل قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي أن صوت تغذية في العراق يبرز على أنه تحد مهم للصحة العامة إذ يعاني واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو وكانت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن قد قدمت السبت الماضي توصية إلى مجلس الوزراء بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني من العام الحالي إلى الربع الأخير من العام المقبل